بسم الله الرحمن الرحيم وصلي اللهم وسلم على نبينا وحبيبنا وإمامنا سيدنا محمد ألف صلاة وألف سلام عليه أيتها المواطنات الفضليات أيها المواطنون الأفاضل منذ ما يقارب خمس سنوات طلبت منكم ثقتكم لتشيير البلاد التي كانت أنا داك يرثلها في كل الميادين بالتقريب والتزمت أمامكم بآداء تقييم وتقويم وإصلاح ما أفسد عبر 54 التزام وفقت من عبد الله عز وجل أني أوفيت بما تعاهد به في الـ 54 التزام البعض منها لا زال في الإنجاز وأنا داك بتوخيق من الله وبثقاتكم الغالية وصلنا إلى نتائج سمحت لينا بإنقاذ الوطن المفدى إنقاذ الوطن أولاً كان اقتصاد منهار اقتصاد ريعة اقتصاد بيع وشراء أساسه الاستيراد وتدخيم الفواتر استيراد قاتل للإنتاج الوطني تقلص الإنتاج الوطني إلى بالتقريب درجة أدنى درجة ممكن وعوضه الاستيراد ولما نقول تقلص الإنتاج الوطني معناه ما كانتش فيه مناصب شغل ما كانتش فيه أشغال من تقلص مؤسسات الإنتاج خاصة وعامة بالإضافة إلى تدخيم الفواتر اللي وصل الآن داك إلى ما يقارب 30% وصبح الاستيراد من أجل الاستيراد بالنسبة لكذلك إعادة اللحمة بين الجزائريين أولا وبين الجزائريين ودولتهم بين الجزائريين وأنتم تعرفوا أن وصلنا لدرجة كراهية لبعضنا بعض غتب فيديوهات تشويه عائلات مسب شرف الناس يعني كل وسائل المسخرة لانفجار الوحدة الوطنية ولانفجار البلاد وتصدينا لها بحكمة قوانين جديدة وبردع خلات اليوم المواطنين داركوا أوضاع اللي كانت فيها البلاد وهما صبحوا اليوم هما بنفسهم يدافعوا الوحدة وعلى المحمة الوطنية كذلك الدولة نهارت ولا واحد قتلوا السلطة متعرضا بالنسبة المناكر اللي كانت توقع شفتم توم ما بنفسكم في بعض الأحيان شاب ولا غير شاب ولا إنسان يعني مش في حاله طبيعي يوقفوا الشرطي يضرب الشرطي ولا يدهسوا بالطموبيل ولا كذا يعني حتى رموز دولة صبحت في نقطة الصفر وهذه داخلها في خلق البلبلة والفوضى في البلاد مثل ما دروها في سوريا مثل ما دروها في دول أخرين مثل ما دروها باش تصبح البلاد يعني سهلة المنال للناس اللي كانوا يخطوا لها في الانفجار الداخلي إذن استرجعنا هبة الدولة بالحق والقانون وعطاء كل دي حق حقه وردع كل مكان يظنون أنهم فوق القانون وأنهم باستطاعتهم أن يدوس على الفقيرة وعلى الباسيط وعلى الضعيف إذن الدولة استرجعت هبتها في الداخل أما في الخارج أنتم تعرفون أنها الدولة سبحة مسموعة كلها مهم مسموع الدافع على المستضعفين في العالم وعلى الشعوب المقهورة في العالم وعلى رأسها الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي اليوم كل الناس تشهد الجزائر بأنها هو البلد التي أكتب نصرة للمستضعفين في العالم كذلك بدنا في استرجاع الأموال المنهوبة والتي أنا ذاك تذكر رقم لما كنت وزير أول لفترة قصيرة جدا قبل أن أقال كان يساوي حوالي ربعاً لفخمسمائة مليار دينار لدفعتها البلوك المستطمرين كقروض ولم نسترجع منها أنا ذاك إلا القليل اليوم بدنا في استرجاع هذه القروض واسترجاع الممتلكات التي أنجزت بالقروض المنهوبة اليوم رأنا في 51 وحدة صناعية زايد وحدات في الخارج منهم أوتل في إسبانيا وشاكر للدولة الإسبانية تعاملها معنا اللي سمحت لنا باش نسترجع كذلك وزارة العدل يعني حرّت ما يقارب 285 إنابة قضائية في 32 دولة اللي شاكين فيها باللي فيها أموال الجزائريين رها في بونوكهم إنابة هذه من 6 ما يقارب 755 حساب بنكي ورأنا ما زال إجراءات أنتم تعرفون أن الإجراءات في الميدان البنكي تقيلة جدا ولكن لدينا الأمل وكل أمل باش نسترجع أموال الشعب إن شاء الله إذن هذه الإجراءات ما بين الإجراءات لقمنا بها لاستعادة هيبة الدولة واسترجاع الأموال المنهوبة واستقامة البلاد بالنسبة كذلك المرحلة هذه كانت صعبة جدا لمفر من قضاء الله وقدره مع بداية العهدة أربع خمس شهر من بعد جاءنا مثل عالم كله جائحة كوفيد لجمدة كل النشاط الاقتصادي أغلقنا مدارس أغلقنا الثانويات أغلقنا الجامعة المؤسسات أغلقناها كذلك الاقتصادية أغلقنا الملاعب أغلقنا الحدود الأرضية وهذا دم تقريب سنة ونص ورغم هذا رغم أن صعوبة الوباء استغلوه بعض النفوس المريضة في البلاد لفقدوا الأمل في تخريب البلاد مباشرة سبحوا يخربوا فيها بصفة غير مباشرة فيه مستشفيات لنغضيها نموّنها بالأكسجين لأن كوفيد كان يأتي باختناق نموّنها بلوكسيجان نص ساعة بعد المستشفى عودوا يطلقوا بلوكسيجان تخريب تعدّوا الأطيبات تعدّوا على الجسدين على الممرضات والممرضين وضطريت تعدّوا تحت حمايتي شخصيا بما سمّيناهم أنا داك الجيش الأبيض و انتم ما هاتش عارفين وذكر فإن الدكرة تنفع المؤمنين أن العهداء ما كانت سهلة العهداء رحت منها سنتين بالتقريب سنتين الأولى مشات في هاللمشاكل خلق ندرة بالنسبة للمواد الأساسية للمواطن كانت كذلك ضرورة حماية الجزائريات والجزائريين وهنا كذلك بعض الجيش الأبيض أشكر الجيش الوطني الشعبي على المعاناة التي عانوها معانا في جذب مستلزمات العلاج من الصين كانت تقريب طائرات كل يومين ثلاثة والمجهودات التي وصلنا حتى صنعنا اللقاح لنفسنا نحن من الدول القلائل التي صنعنا الفاكسين لنفسنا تعلق الكوفيد هذه كلها عطلة ما كفاهمش شعلوا النار في البلاد في 2021 آلاف الحرائق في نفس الوقت وننحن بإجلال أمام الضحايا تحت الحرائق مدنيين أو عسكريين لأننا فقدنا فيها ما يقارب كذلك 80 جندي الذين كانوا يساعدوا في إطفاء النار إلى خيره كلها بفعل فاعل لأن كانت تقرر شهرين قبل أو لا في دولة من الدول معروفة بالعداء أن الجزار في الصيف هذا ستحترق واحترقت حقيقة ولكن لا نسمحنا في المواطنين تانا لطلب العلاج لخارج بعتنا الخارج اللي عوضنا لهم في ظرف عشرين يوم شهر أقصاها شهر عوضنا للناس كلهم الممتلكات تحتهم الإضاءات والمواشي ونحن نمن على الناس اللي عوضنا لهم ولكن كما قلت هذه نذكر فقط نذكر يعني سنتين أولتين كيفاش عشناهم يصعب في ظروف مثل هذه باش تتطرق الملفات الكبرى والأخير إذن وصلنا الحمد لله صلنا ما رغم هذا لا استعادة القوة المالية للبلاد وكل الناس كانت أنا ذاك متيقنا أن الجزائر ستذهب إلى صندوق النقد الدولي للاستيدانا والاستيدانا معناها أن الجزائر باش تتخلى على فلسطين وباش تتخلى على الصحراء الغربية وتتخلى على نصرة الضعيف لأن المستدان ما عندوش حق في الكلام وجدنا خزينة تالدولة في أدنى حد ونذكر أن أنا ذاك كنا وصلنا إلى ستين مليار دولار استيراد سنويا وما كان عندنا إلا 47 مليار يعني باش نمشو بها سنة 2020 وكل الناس كانت تكهننا خلال سنة 2020 أقصاها بداية 2021 نمشو لمشي لاش وتخلنا في سياسة نقضية ذاتية اللي خلات البلاد تسترجع الصحة نتاحها من ناحية العملة الصعبة والحمد لله عوض ما تتقلص زادت بدون ما نخلي المواطن يشعر بأي نقص في أي مادة من الموض هذه بصفة عامة العهدة اللي كلفتوني بها وكلي الشرف أنني نلت تيقن تاكم لتشيير هذه العهدة على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى هيبة الدولة وعلى مستوى استقامة الدولة اليوم بقي إلا وربما هذه الشطر الثاني من تدخل تعيكون في مدخلات أخرى إن شاء الله مواصلة كل ما قمنا به من ناحية الاقتصادية والمالية من ناحية الشباب من ناحية الأمور الاجتماعية نواصل في بناء السكانات نلتزم بها أننا ما نوقفش ملايين سكنات ستبنى إن شاء الله ريفية وحضرية بمختلف أصنافها حتى يستفد الشباب بتاعنا من السكن نشوف كذلك بالنسبة محاربة الآفات الاجتماعية وعلى رأسها محاربة الرشوة والفساد نواصل على نفس المنوال نصلح أحسن حماية تعالى المستضعفين والأخص داوي الحاجات الخاصة المرضى السرطان هذه كلها تكون على عاتق الدولة إن شاء الله وتقوم بسياسة لتسمح لنا باش يعني تكفل أحسن تكفل بهذه الأصناف تعالى المواطنين اللي هما المواطنين مستضعفين نزيد نواصل رفع قدرة شرائية بالأخص بالنسبة الأجور للمنقوش البسيطة ولكن اللي هي فيها في أدنى سلم سلم الأجور نزيد نقص من ضرائب الأجور هذه نزيد نرفع في الأجور من حتى لسنة 2027 إلى نلتقيق نزيد ونواصله حتى نصبح 47% نتاع اليوم نوصل في 27% إلى 100% زيادة في الأجور إن شاء الله بالنسبة للمنح التقاع ونفس الشي إذن نعاود الراجعة كل ما هو في صالح المواطن بما يخص تقوية قدرة شرائية بالطبع نحارب تدخم مثل ما نحاربه فيه اليوم والتدخم اليوم الحمد لله نزل من 11% اليوم ننظر حول 6% ونزيد نقلص من التدخم لأنما نقلص من التدخم مع نهراني نزيد في القدرة الشرائية نزيد نرفع من القيمة على عملة الوطنية إن شاء الله رهات تدريجيا ترفع حتى نوصل لحدود معقولة قيمة العملة الوطنية مقارنة بالعملة الأجنبية نراجع قانون البلديات ونراجع قانون الولايات نراجع الصلاحيات نتعلم للمنتخبين حتى نصبح في ديمقراطية حق نمسو البلديات نسمح للمواطن باش يعبر ليه؟ بنفسه نفسه يعني بصفة ديمقراطية نراجع كذلك قانون الولاية مثل ما قلت نعاود نراجع إعادة تقسيم الإداري اليوم تشوفوا فيه بعض ولايات التي هي قارة وبعض ولايات أخرى التي صغيرة جدا والإمكانيات المالية تختلف كل هذا نعاود الراجعون إن شاء الله في الفترة هذه حتى نركز حتى ننتبت نهائيا بدون رجع الجزائر قوية إن شاء الله الجزائر منظمة الجزائر ليسفدوا منها ومن خيراتها أبنائها وبناتها الجزائر التي تنتصر إن شاء الله هذه بخلاصة وبعجالة للمشارع المقبلة إن شاء الله نطلب توفيق من الله عز وجل ومرة أخرى شكر لكم التيقة لنلتها من عندكم حتى مارست العهد الأولى طامع في تيقتكم مرة ثانية وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الجزائر والمجد والخلود لشهدين الأبرار أخروا جال الهو الشجيح